يا صباح الخيرات عليكم بسم الله مكملين مع بعض رحلتنا رحلة التأمن في كتاب الله بنقل لحضراتكم أقوال العلماء في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى من بداية القرآن من الفاتحة ووحدة ووحدة كده ماشيين مع بعض وصلنا المرة اللي فاتت لإياك نعبد وإياك نستعين وتعالوا نكمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا علي بن أبي طالب بيقول جمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين اللي عايز يفهم معاني القرآن كلها يفهم معاني الفاتحة والللي عايز يفهم معاني الفاتحة كلها يفهم إياك نعبد وإياك نستعين أنا أحبك دي جملة فيها أنا فاعل وأحب فاعل مضارع وكيف الخطاب مفعول به أنت أحبك أنا أحبك مع أن أنا أحبك بس أنا ممكن أحب حد تاني لكن لو أنا لجبت المفعول به الأول وبدأت به بتفيد الحصر فلما أقول لك إياك أحب يعني أنا مش بحب غيرك ما فيش حد غيرك ما لقلبي فإحنا كنا ممكن نقول لربنا نعبدك ونستعينك لكن إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين بقلبنا إلا بالله آه إحنا ممكن نستعين ببعض نساعد بعض الناس لبعضها لكن القلب شايف أن أي عطاء في الكون أصله جاي من ربنا حتى لو وصلي من أياد الناس إياك نعبد وإياك نستعين من أهم المعاني إلا من يكون أهم معنى أنت محتاج تعرفه هو معنى عبد اللي هو وظيفتنا إحنا في الكون ومعنى العبادة وإحنا ظلمنا كلمة العبادة لما حصرناها في الصلاة آه الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم لكن العبادة أوسع من كده والحقيقة إن العبادة هي حال أدى إلى أفعال وكلمة عبادة أصلا بتطلق على الطريق يقولك طريق معبدة يعني تشال منه النتوءات والصخور وصار مستعدا وممهدا لحركة السير فحال الطريق الاستعداد للسير عليه فالعبادة لو أنا عبد يبقى أنا عرفت معلومات معينة عن ربنا وعن نفسي خلت حالي الاستعداد لصريان أمر ربنا علي ما يريد وقت ما يريد وده تمام العبودية أن أكون كما يريد وقت ما يريد إياك نعبد أضرب لك مثال عشان تفهم المعنى الواسع لموضوع العبادة ده قبل ما نروح لإياك نستعين ألا النهاردة الظهر الساعة مثلا 12 لما الظهر يأذن صارت إرادة الله أني أقوم أصلي الظهر لو أنا عبد هفعل ما يريد وقت ما يريد ده أعلى مقامات العبودية الساعة 8 الصبح ده معادي الشغل اللي أنا ماضي أقعد على مكتبي عشان أقبض المرتب وحل اللقمة عيشي آخر الشهر تمام العبودية بقى 8 الصبح عمال بكتب حاجات أنت قد تراها بعيدة عن الدين مع كميا ولا فيزيا ولا محاسبة ولا أيا كان ده ده من صميم الشريعة أن تكون كما يريد وقت ما يريد بس بقى أم صلي الظهر والعصر لما يقدنوا عليك في الشغل عشان تبقى في تمام العبودية بردو العيان رجعت من المدرسة الأم صليت العصر وهتبدأ طوال تعمل معاهم الواجبات وتذكر لهم أربع ساعات أنت في أعلى درجات الصلاة الصلة مع الله لأنك أنت بتفعلي ما يريد الله في مساعدتك لولادك وقت ما يريد فإحنا بنقوله إياك نعبد أي يجري علينا مستعدين حتى لو اللي استعدادنا محتاج مجاهدة لأن مش كل العبادات سهلة عليك فإحنا مستعدين لجريان ما تريد علينا وقت ما تريد وده مش هينفع إلا بإياك نستعي شتعرف تكون كما يريد الله وقت ما يريد إلا بمدى دعاون ربنا ليه؟ لأن أنا وإنت متركب فينا نوازع الفجور أنت ملهم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها عشان التقوى تتغلب على الفجور ما يعرفش يساعدك على كده إلا الله أنا وإنت جوانا خمس شخصيات جوايا أنا وإنت شر متركب جوانا الحكمة منه ونحن نعرف نفهم الشر اللي حوالينا ونحمي نفسنا منه الشر ده لو الإنسان مش مهتدي ومش عبد لله الشر ده يزيد فينقلب لأذية ومكر وخديعة فيسمى شيطاني فأنت بتقول له عني أخلي الشر لجوايا فقط لفهم الشر وحماية نفسي منه وجوايا أنا وإنت ما يسمى بالبايزك إنستنكت أو الغرائز الأساسية اللي بشترك فيها أنا وإنت مع الحيوانات الأكل، الشرب، النوم والعلاقات الجسدية لو ربنا أعانك وصرت عبد مهتدي يخلي الغرائز دي تستثمرها وتستخدمها في العيشة السعيدة الهانئة من غير ما تزيد عن حدها فيطلع من الغرائز الحيوانية دي المتحرش والمغتصب واللي عايز يأكل ويشرب وينام وما يشتغلش بنسميه إحنا في مصر تنبل بسبب ما يسمى في الكتب البهيمية الغرائز اللي بتخلي الإنسان لو طغى فيها يبقى إنسان مفسد جدا في المجتمع فيارب عنا إن إحنا نحجم الغرائز دي نعيش مبسطين بها بس وجوايا أنا وأنت سبعية غريزة أو شهوة السيطرة وفرض الرأي لو ربنا هدك وأعانك إنك تبقى عبد هتستخدم حب السيطرة ده في حماية حقوقك إنك إنت ما تبقاش مستباح لو الغريزة دي زادت تبقى ظالم ومتعدي فأنت بتقوله إياك نعبد بس هذه الغرائز مش هعرف أقومها إلا بعونك وإياك نستعيد وجوايا أنا وأنت ملائكية حب الخدمة والتعاطف مع الناس يا رب حافظ لي على الملائكية دي وخليني أمرسها بالتزان عشان ما جيش على نفسي فبقى بساعد الناس ومش بساعد نفسي وجوايا أنا وأنت ربانية العطاء دون انتظار المقابل والعطاء دون أن يسألني أحد إنما حبا في العطاء والإحسان لمن يستحق ولمن لا يستحق يا رب حافظ لي وهديني وعني أني أحافظ على الربانية اللي جواي زي ما ربنا قال ولكن كونوا ربانيين عشان كده إياك نعبد عشان نبقى في تمام العبودية أن يجري علي ما يريد وقت ما يريد ده مش هينفع إلا بعون الله فإياك نعبد وإياك نستعيد صباحكم كله خيرات وتيسير وبركة شوفكم تاني إن شاء الله سلام عليكم